السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المباركة نحييكم من الفضايا الشادية ونقدم إلى حضراتكم النشر الإخبارية العربية لهذه الأمسية والتي تبدأها بقراءة هذه البرقية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بعث فخمطة جمهورية ديريزي بيتنو برقية تهنئة إلى الملوكي وأصحاب السمو وهذا نص البرقية الموجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسعدني أن أعرب لكم بإسم الشعب الشادي وحكومته وأصالتنا النفسي أن أحرد تهاني المشفوعة بأطيب التمنيات والتبركات داعينا المولى علي القدير أن يعيده عليكم بوافر الصحة والسعادة وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والإزدهار وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير والأمن والاستقرار إن هذه المناسبة المباركة بكل ما تحمله من معاني روحية سامية لتبعث في نفوسنا مشاعر العزي وبالانتماء إلى الأمة الإسلامية وإلى القيم الإنسانية السامية التي يدعو إليها ديننا الحنيفة في هذا الشهر الكريم حيث يعم التآخي بين المسلمين في روح من التسامح والتضامن والتأذر متمنين لكم مرة ثانية مغفورة السعادة والصحة والعافية أرجو منكم خادم الحرمين الشريفين أن تتقبلوا مني أسمى إبارات التقدير إدريس دبي إتنو رئيس جمهورية كات رأس الدولة